أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في الجهود المبدولة في مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات للعمل على تحقيق أعلى معدلات للإنتاج خلال هذه المرحلة والاستفادة بالصورة أكبر من التروات الطبيعية التعدينية التي تسخر بها الدولة في مختلف المناطق وخلال اجتماع لمتابعة خطة استخراج الفوسفات أشار مدبولي إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرية وذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني واحتلال مكانة مرموقة في سوق الفوسفات العالمية وذلك تنفيذا لتوجهات رئاسية بتكتيف الأبحث الخاصة بالكشف عن التروات المعدنية بمختلف أرجاء البلاد